اشتركوا في القناة عبرت من خلاله على حزنها الشديد لما اصاب الراحل رايان واطلقت حملة لجمع التبرعات للمناطق النائية وقالت صراحة ما قدرت اندير ستوري من قبل بحال قاع المغربة ما كنش كان عس كمقى صهرانة للربعة ديال الصباح وانا على الامل ها هو ما غير خرجوه بحال الى كنا معهم الله رحمه ما كتبتش له الدنيا كلنا بكين عليه واعتبرته واحد من العائلة ولا اخويا ولا ولدي علاقة بالموضوع وقالت مازال كنفكر فيديو ديالي ما قدرتش ننساه كنشوف حنا كبار وما كان قدرش نبقى في بلاسة مضلمة ولا مضيقة ما كان قدرش نتقبل بلي الجسم ديالي بقى في الضلام وما عندوش المساحة في نتحرك مسكينش حلقة دوسبر مازال في الخلعة والخوف الله يصبر والديه وبالخصوص لام ديالو وفي سياق المتصل ردت صفائح بيركو على اسئلة متابعيها بخصوص عدم انضمام هذه الحاملة التي اطلقوها المشاهير والمؤثرين المغاربة بغيت نجاوب الناس لي كيسولون علاش ما عاونش العائلة ديال رايان انا مكرهش باش نعاونهم ولكن الحمد لله بزاف ديالناس عاونهم والميصاج اللي بغيت نوصل لكم باللي راكينين بزاف ديال العائلات بحال ديال رايان اللي ما عندهمش مسكن باش يقري ولدهم وما عندهمش الموظور فصعيبة وارضفت رايان خلانا نشوفوا في الجانب ديالناس اللي في البادية اللي خاصنا نعاونهم واللي ما تتعطاتش لهم فرصة باش يبانون عرفوهم لهذا خاصنا نقلبون نعاونهم بدك شلي قدرنا ماشي بالضرورة تكون المساعدة كبيرة اشترك الآن في قناة أشواء قاتف وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواء قاتف شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة